تحية الوطن تحية جمهورية مصر العربية صوت القاهرة في قناة الحياة وهذا أحمد المسلمين يحييكم السلام عليكم واحد مصر مبادرات واختراعات دلوقتي في مصر أو بقلنا أربع سنين تقريبا ممكن تقابل ناس كتير جدا يقولوا عندنا مبادرة لحل مشاكل مصر كتير جدا من المبادرات اللي اطلعت عليها وغير اطلع عليها هي مبادرات تفهل حقيقة ملاش أي قيمة فكرية ولا أي قيمة سياسية كتير من الاختراعات اللي بنسمع عنها أن فيه ناس اخترعوها هي اختراعات مش اختراعات أصلا كلام فارغ لا أساس له لكن ناس كتير عندها اعتقاد أنها عندها رؤية لحل المشاكل في مصر أو عندها اختراعات هتؤدي إلى تقدم البشرية الحاجات دي كلها فيها معايير للجودة مش أي مجموعة اثنين تلاتة يعودوا على فيسبوك يعملوا تكتل أو تحالف أو اتلاف أو حركة أو تنظيم ويقولوا عندنا تصور لحل مشكلات مصر يبفانا عندهم هذا التصور لازم الدولة يكون عندها نظرية سياسية مصر لازم تمشي بنظرية سياسية يكون فيه فلسفة سياسية للدولة لما يكون فيه نظرية سياسية للدولة فيه فلسفة سياسية فيه رؤية كلية للأمور ده بيخلي الناس اللي بتقول كلام فارغ تبطل تقول كلام فارغ وسيل المبادرات وزيحام المبادرات اللي ملهاش أي قيمة فكرية هي كمان بتختفي لما يكون الدولة عندها رؤية فكرية واضحة وقوية الأمر الثاني ان لابد موضوع الاختراعات اللي موجود في مصر كشلق مخترع ومخترع ومخترعين ولا ده مخترع ولا ده مخترع ولا ده مخترعين وفيه مخترعين حقيقيين بيتوهوا مع المخترعين النصابين فاحنا لازم نشوف طريقة ان موضوع تسجيل براءات الاختراع يكون سهل ويكون محترم ولائق ويكون كمان مناسب للمعايير الدولية مش كل حد اخترع كلام فارغ او عنده رؤية تفهة فيروح نبص ليه سجل براءات اختراع دعيب في حق كلمة اختراع وعيف حق بلدنا لان احنا بلد عظيمة لها تاريخ كبير فلازم موضوع براءات الاختراع يتحل جذريا يكون في هيئة وطنية لانه ثابت ان كل المؤسسات السابقة لم تنجح في الامر وهذه الهيئة لها معايير دولية وما يطلعش اي بني ادم على اي وسيلة اعلام يقول انه مخترع ولا انه عالم الا اذا اجيز من هذه الهيئة فاشقول روحت الوستاذ فلان والدكتور فلان وقابلته فلان واللاقي الناس بتحكم على اختراعات هي اصلا مش مؤهلة اطلاقا انها تحكم عليها الهيئة الوطنية ديت لبراءات الاختراع بالمعايير الدولية يكون دورها تقر ما هو جاد وما هو هزل وتفصيله كتر من كل الكلام الفارغ برا نمر اتنين الاعلام والدوء التعامل مع اللي اقرتهم الهيئة الوطنية لبراءات الاختراع مش كلام الناس اصحاب البراءات نمر ثلاثة ان ده يقر دوليا الهيئة تخاطب الهيئات الدولية نمر اربعة الهيئة تكون على صلة بالسياسة والاقتصاد بصنع القار السياسي اللي ممكن يتمنى هذه الاختراعات اللي هي بجد عظيمة وعندنا كتير عباقرة في مصر عندهم اختراعات جادة فعلا لكن بالتوقف وسط هذه الفوضى لازم تكون الهيئة على صلة برجاء الاعمال والشركات البنوك المؤسسات الاقتصادية مؤسسات التمويل وعلى صلة بصنع القار السياسي لبا في هذه الحالة في مخترع ابعدنا عنه النصابين وحمينا اختراعه ووصلنا للجهات الدولية العلمية ووصلناه لرجاء الاعمال والشركات مش هنتقدم الا بالعلم مش هنتقدم الا باختراعات حقيقية مش هنتقدم الا بمبتكرين جادين وقد مش هيحصل لما يكون الدولة عندها رؤية كلية للامور عندها نظرية سياسية مصر اين وإلى اين خريطة طريق فلسفية وفكرية شاملة تبين الى اين تنضي الدولة المصرية